مقاومة العاصفة الغبارية منذ عشرين يوما الأمر الذي أوقع إصابات في صفوف الأطفال بأمراض سهال وجفاف التدعيات الأخيرة دفعت منظمة هيومن رايس ووتش إلى تسليط الضوء على المخيم موجهة نقدا للحكومة الأردنية محملة إياها المسؤولية عن تعرض حياة 55 ألف نازح لخطر الموت المنظمة أكدت أن إغلاق الحدود عرقل إصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين وحد من قدرة المنظمات على العمل هناك وطالبت رايس ووتش الأردن بقبول كافة طلبات اللجوء والسماح للأشخاص المعرضين للخطر ويحتاجون لرعاية صحية بالدخول إلى أراضيها كما طالبت رايس ووتش الولايات المتحدة الأمريكية والروسيا بتحمل المسؤولية أيضا وعدم تجاهل القضية وبذل قصار الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المخيم وقبل إعداد هذا التقرير بساعات كان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند يخر بفشل الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحتاجة ومن ضمنها مخيم ركبان متهما النظام بعرقلة أي اتفاق ينص على تقديم المساعدات للمحتاجين